اشتركوا في القناة فبالتالي هنتكلم فقط في بعض الدروس دي عن STDN والSTDOUT في PHP وهي واحدة من الـ Accessing أو عملية الولوج أو السماح للدخول لعمليات أو استقبال أي شيء بيحصل من خارج الـ PHP إلى داخلها على سبيل المثال انت لو كمطور أحيانا بتشتغل على الترميل سواء كان من الـ VS Code أو حتى بتستخدم الترميل بتاعك اللي جاي مع الماك و SX أو حتى الـ Linux أو الـ Command Prompt في Windows فبتقول بعض الأوامر زي مثلا داير أو LS أو أيا كان من الأوامر اللي احنا بنستخدمها دي بتسمى الـ CLI أو الـ Command Line Interface فبالتالي PHP تقدر تتعامل مع الـ Command Line Interface ومن ضمنها أنك تقدر تخصص بعض الأوامر تخلي كود الـ PHP ينفذ شيء من داخل الـ Project بتاعك فبالتالي تقدر تعمل أوامر تصنع بيها فيلات تعمل أوامر تصنع بيها أو تعدل بيها على شيء تعمل أوامر تخليك تقدر تران شيء أي أن كان الحاجة اللي انت ممكن تعملها بالـ CLI فبالتالي دي بيتعامل فيها PHP مع أو من خلال الـ Standard Input فبالتالي هنشوف إزاي نقدر من خلال PHP بشكل بيزيك خالص نقدر نران أي كود من خلال الـ Terminal وإزاي نستقبله داخل كود الـ PHP وننفس به أعملية معاناة فبالتالي هنا بيتكلم عن أن انت عندك أكتر من برتوكول وبرتوكول الـ PHP Server فالـ Rappers اللي عندي زي إحنا هنتعامل فقط حاليا مع الـ PHP لأن إحنا هدفنا نقدر نستوعب الكلام ده بشكل مرتب ومنظم فبالتالي قال لك عندك Standard Input و Standard Output أو STDN و STD Out STD Out يعني Standard Output والـ STDN بتعني Standard Input ودول من خلالهم واحدة بتقدر تستقبل البيانات واحدة بتقدر تعرض بيانات والأخيرة Standard Error اللي من خلالها لو في أي حاجة بتحصل طالع منها Error أو في مشكلة حصلة داخل كود الـ PHP من مهمتها إن هي تعرض لك المشكلة عشان تعرفك فبالتالي هنا في الـ PHP سألاقي إن الـ STDN تقدر تقرأ ما تكتبه و STD Out تقدر تطبع هي و STD Error أي جملة يعني فقط واحدة للقراءة و واحدة للطبع واحدة تقرأ و واحدة تكتب فبالتالي عندي برتوكولات تانية زي PHP Input وPHP Output لكن خلينا فقط مع الـ STDN والـ STD Out قبل ما نبدأ فيهم تعالوا نبص مع بعض إزاي الـ Terminal أو الـ PHP يتعامل مع الأوامر مبدئيا إنت لو عامل install الـ PHP بتاعك وده أكيد اللي بيحصل لما نقول PHP Version بشكل ده هيقولك إن أنت مثلا على الإصدار 8.3 فبالتالي تقدر من خلال الـ PHP Command تنفذ أي شيء أنت عايز زي جملة مثلا أو تطبع جملة أو أنت تضرب عددين في بعض أو أي أن كان طب إزاي بيكون الأمر ده من خلال ما نقوله PHP-R فبالتالي لما يجي هنا هقوله بالشكل ده single أو double quads وحط فيهم الجملة لأنا عايزة على سبيل مثال لما اجي أقوله هنا كده welcome كإني بكتب كل PHP بشكل فعلي فبعو أحطه بالشكل ده عشان ما أعملوش سكيبينج وأجي هنا بكل بساطة أقوله welcome فإطبع لي جملة welcome كمان هنتعرف على PHP-End أين أنا يجي هنا في الأخرة أقوله PHP constant EOL ودي اللي من مهمتها إن هي تشيل علامة النسبة المقاوية اللي بتظهر في أخذ النص وكمان بتديني End of Line بشكل منظم جدا فبالتالي قدرنا نعرف من الأمر PHP-R أو hyven R إن أنا أقدر أكتب أي كود PHP هنا حتى إن أنا أقدر أعمل أي حاجة أنا أعيزها بس طبعا ده هيكون الأمر صعب شوية لأنه هنا بيتعامل مع command line interface فبالتالي أقدر كمان أقوله يعمل لي ضرب مثلا 10 في 5 وديني النتيجة هيقوله 50 فبالتالي PHP سمحت لك في command line interface أو CLI إنك تقدر تنفذ أو تعمل operation لكود معين على الPHP وتطلع لك output كمان أقدر أقوله اطبع لي PHPEOL End of Line فهاجي هنا بس أقدر أحط جملتين دول بالشكل ده إنشان يديني النص بالشكل المزبوط فده كان درس تعريفي صغير ومختصر جدا عن اللي هنشوفه في الدرس القادمة نقف لحد كده ونكمل في الدرس الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته